اشتركوا في القناة سنة ثم جاء الى النادي الاهلي من البوابة الكبيرة سنة 98 حامع النادي الاهلي التلب بطلات وحاليا هو في قطاع النشئين 2009 مدير فني واحد من نجوم كرة القدم اللي دايما كان الكل بتكلم بأدبه وأخلاقه واحترامه وقدراته الفنية جابتان حسين شكرا مشرفنا النهار شرف لي أننا نكون في القناة عظيمة زي قناة النادي الاهلي وفي استعيلة النادي الاهلي وبتمنى ان شاء الله بإذن الله أنها تكون حلقة كويسة بأمر الله ان شاء الله تكون حلقة كويسة خلينا الأول نشوف تأرير ترحيب بك ونرجع نتواصل تأرير سريع ونرجع نتواصل حسين شكري هو أحد الأسماء التي يتذكرها جمهور النادي الاهلي جيدا بعدما نال شرف ارتداء الفانلة الحمراء في عهد الألماني راينردسومل انضم حسين شكري للنادي الاهلي موسم 99-98 قضى بين جدران القلعة الحمراء ثلاثة مواسم يرى أنها من أفضل لحظات حياته التاريخية حقق خلال هذه المواسم ثلاث بطولات بطولة الدوري بطولة الكأس علاوة على بطولة دوري أطالي إفريقيا التي شارك في الأدوار التمهيدية فيها لتحسب في سجله التاريخي مع الأهلي تأخر انضم حسين شكري إلى النادي الاهلي 11 عاما كاملا فكان قريبا للغاية من الانتقال للأهلي في سن 16 عاما وقت ما كان في منتخب الناشئين ليتلقى عرضا رسميا من النادي الاهلي في هذا التوقيت ليصطدم برغبة النجم مصطفى رياض رئيس قطاع الناشئين وقتها مؤكدا أن دوره سيأتي مع الترسانة خلال السنوات المقبلة لم يتبخر حلم حسين شكري في الانتقال للأهلي ليأتي العرض وهو في سن السابعة والعشرين من عمره من المهندس عدل القيعي مدير إدارة التعاقدات في هذا التوقيت ليؤكد هذه المرة أنه سيقاتل لتحقيق حلمه بعد مفاوضات دامت مع إدارة الترسانة لمدة شهر كامل ثلاث سنوات قضاها شكري في القلعة الحمراء لم يفتعل يوما أية أزمة ليثبت أنه يتحلى بمبادئ أبناء النادي الأهلي ومثما كان انتقاله للأهلي حدثا تاريخيا بالنسبة له كان الرحيل يوما تاريخيا أيضا هو صباح يوم مواجهة الآليم على أملاق الإسباني ريال مدريد حيث كان آخر تدريب له في هذا اليوم على ملعب فرع مدينة نصر ليعود مجددا إلى الترسانة وليعتزل في صفوفه لتبدأ رحلته في عالم التدريب ما بين فرق الناشئين والفريق الأول للترسانة اليوم هو المدير الفني لفريق براعم النادي الأهلي موليد 2009 حسين شكري ضيفا على قناة النادي الأهلي اليوم للمرة الأولى في برنامج الأهلي الليلة أهلا بكم من جديد تقريب مميز جدا عن نجمنا الكبير الكابتن حسين شكري كابتن حسين أول مرة في قناة الأهلي بالضبط كده بس أنا أبلغ أي حاجة أنا متشكر جدا على المقدمة ديت ده رصيدك وأنت تمتلك رصيد كبير جدا عند كل الأهلوية والنادي الأهلي وأنت نجم كبير من اللجوم من النادي الأهلي في توقيت قدت لعليك وأحرصت مع النادي الأهلي طلب بطولات طبعا التقريب كان شرح حاجات كتير لكن أبدأ من النهاية طميني على أخبار البراعم هو بسم الله الرحمن الرحيم أنا اشتغلت في النادي الأهلي من حوالي 3-4 سنين في الأجاديمية الأول وده أول موسيقية إن شاء الله في القطاع الناشئين طبعا القطاع نحن عارفين أن النادي الأهلي طول عمره يعني الولاد اللي بيبقوا موجودين فيه أو ولاده بيبقوا مميزين جدا في حيثة المهارة فحضرتك عارف طبعا إن مجلس إدارة وكابتن فاتح مبروك والناس المسؤولين كلهم إن هم بالسنة دي تقريبا بيحاولوا على قد من يقدروا إن إحنا التصعيد للفريق الأول يبقى من ولاده النادي فبنحاول إن شاء الله بإذن الله إحنا معنا مجموعة مدربين مميزين ومعنا كابتن فاتح مبروك طبعا بالتعليمات وتوجهاته إن القطاع إن شاء الله بإذن الله يبقى أكبر عدد من اللعيبة اللي هي هتبقى موجودة إن شاء الله في الفريق الأول من قطاع الناشئين أنا شغال في البراعم مزك 2009 معاي أولاد ما شاء الله الحمد لله رب العالمين كويسين مميزين ناس تبشر بالخير يعني إن شاء الله بإذن الله قاعدة النادي الألي بأمر الله فيه مواهب كتيرة كويسة إن شاء الله بأمر الله فيه أسماء ممكن نقولها نفتي كده معلش يا أنا فاهم أنا فاهم أه السن ده في العموم آه لأن السن ده نتعارف بيبقوا حساسين قوي بس هو فيعلم فيه يعني عدد كبير جدا لو ذكرت يعني عشان مش عمانساش حد تعرف إن السن ده يبقى محتاج آه يعني نفسيا أكبر آه بالزبط كده فهو بيحتاج معاملة خاصة لأنك انت برضو يعني أنت تكون مثلا مدرد يعني العلاقة بينك وبين الولاد لازم تبقى الأول كويسة عشان الولاد يتقبل منك أي حاجة بعد كده أول في السن الصغار ده فعزورني معلش إنه لهم ما ما شاء الله يعني أولاد آه يعني أولاد آه بإذن الله إن شاء الله بإذن الله يبقى فيهم ناس كتيرة كويسة إن شاء الله تنفع نادي الأهلي كابتن حسين أرجع لنقطة البداية ومفاوضات علشان تيجي النادي الأهلي انتهت بالتوفيق مسين 98-99 مفاوضات ده بدأت زي هو كان في التوقيت ده كان البشماني سعاد القياع هو اللي كان متولي الموضوع بتاع التعاقدات ده فناس كتير ما تعرفش من أنا اللي كان ترشيحي من الكابتن صالح على أرحمه رحمة الله عليه ترشيحك من الكابتن صالح كنا بنلعب كنا احنا أيامها تقريبا في الدور المتازع أو دركة تانية حاجة زي كده وكنا لعبنا ماتش ودي مع النادي الأهلي كان في رمضان أنا فكره في رمضان وعملنا يعني زي ما بنقول ماتش كويس جدا لان احنا المجموعة بتاعتنا اللي كانت طالعة يعني أسماء كتيرة جدا علي ماهر ومومن عبدالغفار ووالي السمر ووالكندي وحوفي كان فيه في نادي الترسانة كان فيه مجموعة كويسة فعملنا ماتش كويس مع النادي الأهلي قبلها بعدها سعطنا الدور الممتاز عملت حوالي سنتين أو ثلاث سنين كويسين وكان ربنا موفقني دايما في المباراة بتاعت النادي الأهلي أن أنا كنت أبقى موفق فيها انت من أيام النشئين انت وانت 16 سنة الأهلي برضو كان عايز بالضبط كانوا عايزيني بعد منتخب نشئين 16 سنة مع كابتن سيد طباخ فما حصلش نصيب فبالإصرار طبعا والكفاح ان انت بتحاول ان انت تقدم عليك وانا يعني من الناس اللي هو يعني زي ما بيقولوا ما بيعرفش حاجة غير الكورة يعني شغل الشغل كله الكورتك هذا فمهتم الحمد لله رب العالمين من أيام ما كنت بلعب وانا يعني زي ما الناس بتقولك يعني عارف انت لما الروح القتالية والجدية والجدعانة فدي سمة الحمد لله رب العالمين انا مميز بيها وبحاول ان انا ان شاء الله بامر الله ان هي تفضل معايا في ان شاء الله بإذن الله في التدريب وتعلمهم للأولاد مجالك العارض وانت 16 سنة وكان نفسك تيجي بعد 10-11 سنة الدنيا بتعيد نفسها فمباراة ودية نحظك بقى ان رحمة الله عليك كابتن صالح سليم كان أعب يتفرج ولا موضوع جهزة هو كابتن صالح اللي انا عرفته كان من كابتن عماد اليماني بعد كده لما روحت النادي الاهلي ان كابتن صالح كان كابتن محمد عمارة كان تقريبا جاله العرض بتاع المانيا كان هنسافر المانيا وكان النادي الاهلي كان محتاج باكلفة في التوقيت دوت فمن الكلام هو قال لي ان كابتن صالح يعني رشح قال فيه كذا واحد وفيه ولد في النادي الترسانة نحت شمال باللعب كويس وبتاعه كده ممكن يبقى موجود يعني فدي حاجة طبعا انا بافخر بيها طول عمري وافضل افخر بيها لحد ما تنتهي الحياة يعني ان كابتن صالح يكون شافني ان انا كنت كويس فدي حاجة علامة من العلامات اللي هي الحمد لله رب العالمين ان انا بافتخر بيها يعني وافضت مشت على طول كان شفقة يتعصر جي بقى على جيل جيلك اللي جيت عليه وتستقبالك في النادي الاهلي الزهي بص انت لما بتخوش النادي الاهلي اول اول ما بتخوش النادي الاهلي انت انت خلاص بقت واحد من يعني كأنك عايش عمرك كله جوه النادي الاستقبال طبعا كان كابتن ولي صلاح الدين كابتن حسن ومراهيم الناس دول كانوا الناس الاقدم في الفريق وكان يعني احنا كن في صداقة بيننا قبلها فما كانش لوح تحسس بغربة شوية في الفرقة بس لما بتخوش النادي الاهلي معلش في الحتة بقى مش في التعامل في حتة بتاعت اللعب النادي الاهلي برضو مهما كان في اسلوب معين في حاجات معينة بيحتاجها المدرب او بيلعب بسيستم معين انا في الفترة الاولانية ما استوعبتش القصة يعني السنة الاولانية دي السنة الاولانية كانت بالنسبة لي لان انا ما عيتش كمان في مكاني يعني انا معظم لعبي لعبت في كل يمكن كل اماكن الملعب الا السيرتباك فلما رحت هناك لعبت سيرتباك فكان كابتن راينرد سوبل بيلعب بطريقة احنا كنا بنلعب زمان كنا بنلعب واحد واتنين مساكين صريحة لما رحت هناك كنا بنلعب برضو ثلاث سيرتباكات بس كانت فلات يعني التلات على خط واحد لما بيجي الفرودين في جزء بيقول دول مساكين وده الليبرو يعني الليبرو متحرك مع المكان الكورة والفرغ ده فعلى ما استوعبتي دي خدت مني معلش فترة ومش مركزك اه بالزبط كده خدت مني يمكن نص السنة الاولانية على ما حفظ المكان والوقفة ازاي والضغط وكلام ده كله والتعليمات خدت مني فترة بعد كده الحمد لله ربنا كرامني يعني مشيت مشيت بشكل كويس حمد لله رب العالمين وقصت الفرقة ومش عايز اقول من سوق حظي ان نادرالي ساعتها في التوقيت ده كان واخد ست سنين متتالية بطولة الدور العام اه كان يعني مشي اه السنة اللي انا رحت فيها اعتزل كابتن شوبير كابتن ريد عبد العيل اه فليكس اه كابتن مجد طلبة اه اه عناصر كتيرة جدا من الفرقة اه فكان فيه حتة اللي هي الاحلال والتبديل في الفرقة فما يعني روحت في توقيت معلش كانش فيه الانسجام الكبير بالضبط يعني الفرقة برضو ما ساعدكش ان انت تخش كان فيه الفرقة يعني تشبيهها مربما يكون بوقت حالي زي الوقت الحالي ان في فرقة تتحدثوا بالضبط بالضبط كده بالضبط فبتبقى الامور في التوقيت ده بتبقى الامور برضو بالنسبة لك انت صعبة شوية والمستعيل اللي جاي من بره يشيل شوية قبل بدل ما يعني يخش الحدانة فكانت انا يعني كان من سوء حظ ان انا جيت في التوقيت ما كانتش الفرقة مستقر او كان في حتة الاحلال والتبديل دي لان كان هما كان في وجهة نظر كانت بتقول يعني كابتن ثابت رحمة الله عليه كان النادي واخد ست سنين دولي وكانت الامور كويس وكان طالع في التوقيت دوت زي ما احنا بنتكلم بقى على الناشئين وولاد النادي كان طالع طبعا كان سيد عب حفيز مع احترام طبعا للاخرقاب كلها الناس سيد عب حفيز كان صغير بلال ابراهيم سعيد محمد جودة كل اللي دول بالزبط كل دول كانوا منولاد النادي وكانوا صغيرين في السن وكانوا طالعين فكان في فكرة ان النادي الاهلي حتى لو مخدش مثلا سنة بطولة الدوري العام يبني جيل جديد بالولاد الصغيرين دول فبالنسبة لي انا كانت يعني ايه عارف بطولة الدول فكان الفكرة انهم ممكن يعملوا جيل ياخد دوري عشر سنين ففي التوقيت دوت كانت حصلت ظروف كده وكان معرفش بالزبط مش متذكر يعني وكابتن مستر سوبل مشي فبالنسبة لي انا كانت يعني ايه عارف اللي هو ايه انت بعد ما استقررت وبدأت تلعب وكلام ده كله هتبدأ من اول جديد اه وكلام ده كله فالحمد لله رب العالمين كل واحد طبعا بياخد نصيبه انا اكتهد وشرف لأي حد في الدنيا كلها انه يكون عنصر من عناصر النادي الاهلي والواحد لعب كورة وبطل اللي بتتبقى الذكرى الكويسة واللي بتتبقى دلوقتي بطلاتك اللي انت خدتها حقا تعمى النادي الاهلي لانا اما كنتش جيت النادي الاهلي كنت هلعب كورة وبطل كورة وخدتش بطولها فدي حاجة طبعا يعني بحمد ربنا عليها بحكاته دولي ودولة ابتالي بالزبط بالزبط فانت يعطب الخدت كل حاجة فالحمد اللي يا رب العمين بحمد ربنا سبحانه تعالى ان هو كرمني وانعم عليها ان انا واحد من فرد من افراد النادي الاهلي وان انا حقق مع البطلات دي وكيد كليك دور لكن شايف فالاجواء ازاي من الوقت ده لسه مرتبط ببعض اللعيبة من جيلك في النادي الاهلي هل لسه فيه ارتباط معاهم؟ طبعا يعني انا مين اقرب حد لك لسه انا فيه كابتن احمد فوزي طبعا معانا برده اول سنة دخل معانا في المدرب بيبقى مموت واضافة كبيرة خليبان احمد فوزي اضافة مموت جدا ماشاء الله مكتهد دكتور احمد فوزي دكتور احمد فوزي ماشاء الله عليه وهو مكتهد جدا ماشاء الله عليه كمان وبيذاكر وانا بشوفه التمرين يعني تخس انه بقاله عشر سنين شغال اه فيه طبعا علاء ابراهيم ومحمد فاروق وكابتن علي صراح الدين طبعا اخوه وحبيبي طبعا فيه ناس كتيرة دون من الاهل من الترسانة ترسانة طبعا كان القريب مني كان طبعا صديق عمري كله مؤمن ابغفار مؤمن علي ماهر طبعا علي ماهر علي ماهر فيه اللهم صلى الله عليه وسلم علي اخوه علي ماهر صراح كيف كان طبعا فحبا كنا كمني جيل كنا صغيرين في السن أتلاق كنا صغيرين في السن فكانت مؤمن مؤمن كان لعيب كبير مؤمن كان يعتبر من ناس الفنانين من ناس الفنانين في نص نص نقلع علي مار ومحمد شرف كلهم طبعا اه لا كان جيل ما شاء الله عليه يعني فالحمد لله العلاقات الإنسانية دلوقتي برضو الحمد لله رب العالمين موجودة من فترة للتانية بنسأل على بعض وبنتكلم دايما بالتليفون مع بعض وبنسأل على بعض فالحمد لله العلاقات الحمد لله رب العالمين كويس مبارا ما تنساش مع النادي الأهلي اهل وزمالك اول مرة اللي هي التلت ساعة الأخيرة كسبنا تنواحد كابتن حسام وابراهيم حسن اهل وزمالك دي قصة تانية خالص لما تبقى اول مرة اول مباراة كمان كان احساسك ايه بقى واول مباراة تشارك فيه اول مباراة كان اول سنة لنادي الأهلي وكنت احتياطي ونزلت اخر تلت ساعة مكان كابتن سادة وحفيز فدي كانت بالنسبة لي الامور عارف انت لقاتك قيمة وبتسمع عنها من قبل كده وكلام ده كله فإحساس بقى وانت في الملعب في مطشاط قالي وزمالك وطبعا كان وليد وليد صديق عمري حبيبي يعني كان قبل المطش بقى يقولك مطش زمالك جاي يخش على المساحات فاني بيوقع فيه مساحات كبيرة طبعا في الملعب والكلام ده كله فكان التركيز كمان الفترة اللي هي اسبوع والعشر ايام اللي بيبقوا قبل مباراة الزمالك بالذات دي بتحس ان في حالة جميلة روح جميلة تركيز لان الحمد لله رب العالمين كمان ان بداية كانت خير بداية كانت خير وانا كنت موافق في الفترة اللي أنا لعبتها كنت موافق الحمد لله كنت كويس جدا لغم انك نازل زي ما يقولو كده في اصعب اوقات المباراة بالزبط فالحمد لله رب العالمين كان ربنا موفقني وكان تركيزي عالي جدا انت عارف المباراة الآية والزمالك ديت ممكن تصنع عنيك طبعا فالحمد لله رب العالمين اننا اننا في الفترة اللي أنا لعبتها قدرنا نحافظ على الشكل وعلى النتيجة واننا قدت بشكل كويس الحمد لله رب العالمين فدي عمري منساها أبدا دي طبعا مباراة تتنسيش اختلفنا اتفقنا الايام بتجري الكرة بتتغير طبعا الدور الآن بقى ليه حسابات شاف المسابقة الزي الامور دلوقتي اختلفت عن الأول بكتير يعني دلوقتي معلش زي ما بيقول المواهب قلت ليه كلها بيجمع ان المواهب قلت هقول لحضرتك هقول لحضرتك التكنولوجيا زادت ما هقول لحضرتك حاجة التكنولوجيا ليها سبب وال والفكر التدريبي بقى ليه شكل لان دخل عنصر قوة والسرعة في الكرة فبدأت الناس تبصوا عنصر قوة والسرعة والجزء الخططي اكتر من الجزء المهاري فلازم نرجع تاني من أوله جديد زي ما بيقول لحضرتك برضو الخطة بتاعت النادي القالي وكفت الفاتحي ومجلس الدارة والكلام ده كله ان احنا بتدور على الموهبة دلوقتي اساس الاساس بزبط انت ممكن تجيب الكوة ممكن تجيب الخططي وممكن تجيب كل حاجة السرعة بتبقى صعبة شوية لانها السرعة سرعة دي موهبة انما في الاصل هي الكورة ان الاصل انت لعيب كورة الاصل الموهبة الاصل المهارة يعني ايب موهوب مش مصنوع بالزبط كده فالاصل انت دور على المهارة الاول وبعد كده ممكن تبني كل حاجة تاني انما دلوقتي في ناس كتيرة بتيجي تقولك ايه لأ انا اخد ولد قوي جسمانيا بيروح بيجري بيضغط بيعمل كلام ده كله ممكن يكسبني يبقى العنصر البدني مثلا غالب عليه عن فارق عن سن الولاد اللي هم اللي موجودين فبيكسبوا بس بعد كده ايه ما هي القصة مش في كده قصة ان انت خدت عنصر بدني لولد سواء بقى مسنن مش هنخش في التفاصيل المسنن مزور ايه الكلام ده كله خدت واحد بالقوة البدنية عشان يكسبك وفي نفس الوقت انت ابخزت حق ولد موهوب المفروض تبقى العملية العكس المفروض في القطاع الناشئين كمان يعني بتوب حقيقي ما بتتقلش كلام النتيجة انا مليش دعو بالنتيجة انا بص للمدرب انت وصلت المجموعة اللي معاك او الفرقة اللي معاك وصلتها بشكل ايه والناس دي زادت معاك ولا لأ اللعيبة دي بتتطور معاك ولا لأ كم اللي تاجت عملت في قطاعات الناشئين بلعبين مسننين وظلموا لعيبة كتير ما هي دي كارسة دي كارسة وقضت على اجياله وفي الاخر حصلها كانت سفر بالضبط مع عشان كده بقول لحضرتك كل مدرب فيه مدربين كتيرة بتخاف انها تتغلب فهي ماشيني او انا هبقى مدرب وحش هي قصة مش كده هيستعين باتنين ثلاثة بالضبط بغض النظر بلسه دلوقتي القطاعات فيها الحاجات دي في ناس فكرها كده يعني في ناس فكرها كده لأقصد لسه قصة التسنيين اللي قالوا قضينا عليها والكشف تفضل موجودة تفضل موجودة لان احسن ليه ليه في 2018 لسه دلوقتي بناخد شهادة مسننة ليه ما بنعتمدش على الشهادة ملاي يعني ليه حتى الان بنقبل بالتسنين ده سؤال يعني 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 بصة اقول حضرتك حاجة اصليا قصة اصولك الارياف ما كانوش بيسننوا اصلي ما كانوش معندهم شاب معاني مالهاش دعو هي ممكن بقى يعني انا بشوف ان المنطقة نفسها اللي مسؤول عن المسابقة او الحكم اللي موجود او المرائب اللي موجود في المسابقات بتسوى بتاعة البرائم او الناشئين لو انا شفت ولد العنصر البدني فارق حتى لو سنه اه هي ممكن تبقى ظلم للولد نفسه بس معلش حتى لو سنه اعمل في ايه بقى اخده اصعده للفرقة الاجبر لا ما ده مش يعني لو حد عنده تلاح ما انا هقول لحضرتك حاجة ما انا هقول لحضرتك حاجة يقد كويس هيلفت النظر اقول له لا انا مش بكلم عن موهبة لا انا متكلمش عن موهبة انا متكلم فيه ولاد موهبة باي موهسعتها هنقول عليه موهبة يعني المسنن ده حتى لو بيجري وجامد هنقول ده موهبة لا ده اخرجت مرة للمسنن ده انا بقول لحكي حاجة تانية ده ولدين السن واحد كويس وهم سلام ومش مسننين كويس بس ولد يعني القوة البدنية بتاعته اعلى انا ممكن اخده يلعب في طب موريد ده بتعمل في قطاعات النشئين لما بتلاقي انت عندك موهبة يعني وناش كتير كده فلو فاكر بركات كان بيلعب في السكة فين وفين في التلسنة كان فيه لعب اسمه بهلول بهلول لعب منهم كويس كان بيلعب فين وفين بهلول وصال عبت قطاعات نشئين فانا بس كل اسماء النشئين انا جيل واحد لعبنا عندك مثلا في الاهل في التوقيت ده كان فيه سيد غريب وشامعة عابد اسماعيل وعابد والمجموع فقطاعات دايما كلها كتت مليانة فبالتالي انت النهاردة لازم نوقف خص التسنين لانها قضت على ناس كتير جدا ما انا بقول لحضرتك دلوقتي لو جينا عشان نبص لما بديجي ننزل الملعب انا القصد بتاعي او الفكرة بتاعتي لو الولدين السن واحد كويس واخد بالحضرتك بس فيه ولد العنصر البدني فارق عن عن الولد نفسه تمام تخليف المرحلة الاعلى الاعلى تمام هو يزيد بالزبط كده هو هيخش في العنصر البدني مع فرقة اعلى هو يعني هيخش في وسطهم مش هتبقى هي ممكن نقول فيها ظلم سنة صغيرة لي بس مش مشكلة هتبقى بالنسبة له الامور افضل واحسن ان هو كمان سنة اكبر منه سنة في نفس الوقت الولاد اللي هي هتبقى القوة الجسمانية قريبة من بعضها هنا هتدور على المهارة بالزبط اللي هيفرق عنصر المهارة بقى مش هتبقى القوة مش هيبقى عندي ولد مميز في خمسة ست لعيبة ياخد الكورة مثلا ويجري يبقى عنده سرعات يجيب جولي كسك فرقة يبقى هو عمل الفارق بالقوة البدنية بتاعته لا انا عايز ارجع تاني ان الاكسامته بقى واحدة او قريبة من بعض واخد بالحضرتك هنرجع لفين هنا بقى بعد كده العنصر المهاري اللي هيتغلب هنا مش القوة البدنية بقى خلاص المهارة في التوقيت ده كابتن وكم من منتخب من منتخبات الناشئين بعد ما تلاقي الدوريات سخنا وفي لعيبة مميزة ييجي لاموهم يقولك ده ده فيهم مسنانين ففي الاخر تروح بمنتخب يمثل البلد في الناشئين ضعيف جدا نعملش اي حاجة لانه جيل مظلوم عايزة وقفة نقفها ازاي والله بص هيها تبقى في الاول وفي الاخر الموضوع موضوع ضمير بحث لا يبقى البقار موضوع ضمير موضوع ضمير وفي نفس الوقت القانون وفعله بمعنى انت بيجي لك ولد مسنن او ولد مزور بايس حق النادي ان انت لما بتيجي وليه امر لما بتيجي تقمدي عندي انا بمضي والدك على اكرار ان البيانات كلها اللي انت حضرتك ادي تاني مزموط ما هو الابو اللي عمله التسنيط ما انا اقول لحضرتك حاجة لو اثبت ان الولد دوك مزور او مسنن او اي بيانات من البيانات اللي انت حضرتك مضيت عليها دي حضرتك تروح السجن طب انا اقول لك على فكرة لو اتعملت مرة واحدة بس الموضوع انته ده مهم جدا لان انا فعل قانون في الهاتة دي في الاول وفي الاخر هي واقع التزوير طب ما فيه فكرة حلو لان دي بتبقى يعني الناس كان يقول لك ايه ده عنده مثلا خمشر سنة وفي الجامعة ما تشوف شهادته الدراسية ايه والتسنين بتاعه ايه هتلاقي فيهم بينهم جاب كبير جدا ففي حاجات كتير لا اصلا هي عشان انت تثبت موضوع التسنين او التزوير ده صعب جدا ده يعني انا لو حكيت لك يعني فيه ناس بتموت اخوتها وبيعملوا توقم لاخرهم بعملوا موال كبير مش 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 مسهل يعني عشان تثبوته صعب جدا فعشان كده انا بقول لها حضرة لا اصدها كابتن ما عليش انا بقطع كتير في الحتة دي لانها حتة مهمة جدا وانت شغال في البراعم وعشان الكرة المصرية كلها اما يعني لما يبقى واحد في 2018 بيقدم انه مسنن انا اخد ورقه ليه اتحادي ايه با الورقه ليه ما هو معلش النادي ايه هو بيقدم لك الورق دوت الورق ببقى مظبوطه سليم ما هو الاداري بياخد الورق دوت بيروح يسجله وبيروح المدرسة بيلايه موجود كويس الولد موجود في المدرسة طبعا انا انا كأداري او انا كنادي او في السن الصغير بالضبط هجيبه ازاي يعني انا انت بدتني اوراق اهي معايا انا كأداري او نادي اتحرت عن اوراق كلها سليمة بالقيد العائلي بالكلام ده كله وروحت المدرسة بتاعتك ليه تكاعد موجود في الفصلة وفي القلاص مرضو كبير عليه ومنتعي هتعمله ايه يعني انت اخطنا حضرتك ازاي فيه ولاد كمان يعني خلي بالك يعني ايه عشان العملية مش هتبقى يعني مش هتقدر ان انت تحكمها فتحكمها بقى بالحتة اللي هي تبقى فيها ظلم شوية معلش للولد اللي هو اللي انا قلت حضرتك عليه ده لو انت فارق بدنيا بشكل كبير عن الولاد اللي معاك لا اطلع فوق يبقى كده انا حتى لو انت مسنن ده انا باكلمك على سنك مش مسنن فما لو انت مسنن خلاص انت بنت انت كبير عن الولاد اللي معاك فاطلع في الفرقة اللي فوق اللعيب الموهبة بقى كابتن بيتها يعني اللعيب لو لعب الموهبة بيتظلم بيتظلم طبعا لانه بقى مثلا 13 14 15 اللي بيلعبوا 16 17 18 فكده كده بيخلص عليه هو تحت قبل ما يطلع فوق لا ده نظام بقى ده نظام كنادي او كان بيحسن كان بيحسن طبعا يعني المسهل اللي حضرتك قلته من شوية بهلول عبد المنعم دوال اه كان انا كنت موجود انا اكبر من بهلول شوية اه كان بيلعب الساعة 10 الصبح وساعة 1 وساعة 3 انا كنت بيشوف بركات كان كده في السكتش انا شفت انا شفت والله جاعيني وانا في النشئين اه بهلول ده لعب مرة الصبح وكابتن من صفر رياض كان زمان بنعب عشر الصبح وواحدة وثلاثة نشئين خلص ماتش وجابه على الدكة نايمه وجاب ييبله برطوان جنبه اه وبيدوله برطوان ومنايمه على ظهر عشان هي لعب ماتش بعديه اه فدي حالة من الحالات اللي هي الناس اللي هي ما كملتش برضه ما شفناش بهلول بقى في الفريق اول ما شفنهوش يعني خلاص بقى زي ما بنقول في الكورة تحرق تحت اه هو ده اللي أنا بقول عليه اه ما تحفظت عليه تحت عبد النظر يعني هو ساعتها كان هو ده سنه مش ده سنه لكن هو كان موهبة في الاول وفي الاخر لكن استهلاكه بشكل كبير جدا ده اه يعني اترك اثر عمره هو لما كبر طبعا عشان كده بقول له حضرتك ان انت مثلا دلوقتي في السن بتاع البراعم او النشئين بالذات هو مثلا تيجي تلاقي ناس حد مش فاهم فييجي مثلا لسن صغير في براعم مثلا عشر سنين وعشر سنة وعشر سنة وتلاقيب ينطط حواجز وينزل تحت بتطلع فوقه بتديله عنصر بدني طب ده مش محتاج كده وعنده عالة معينة بالظبط بالظبط ده محتاج شغل تاني خالص غير اللي حضرتك بتقول ده بعدين هيجي مداربين بتطلع مدرجاته وبتمنزل رملة في السن ده انت بتشوف كواه يعني هتحصل فينا برده لا لا بتشوف كواه خص طبعا بتشوف حاجات صعبة الامور صعبة جدا فهي قصة كلها ان المنظومة اللي بتبقى موجودة النظام ايه والشغل ايه ومعلش عايز ارفع الحرج عن مجلس ادارة عن مدربين ايا كان يا جماعة ما حدش يبص لمدرب بنتيجه خاصة في النشئين والبراعي يعني كل فرقة طلعت لعبين ثلاثة بالظبط أنا لما جاء قايم مدرب انا بقى كموشرف او ايا كان لما جاء قايم مدرب انت خدت الفرقة دي حالتها عاملة ازاي ووصلتها لفين هيقولك بالنتيج برضو لا ما هونا ما هو احنا عايزين نلغي الحتة دي اه ليه لان انا هقول لحضرتك حاجة انا على فكرة فهم وجهة نظرك وعجباني جدا اه لو احنا خدنا حتة النتايج دي النتايج مش مقياس لانك انت زي ما احنا بنقول هيجي ولد قوي او اه ايخان بيكسبني او بيشوت من نص ملعب رجله قوية بالظبط كسبني بس انت علمت دول ايه حفضتهم ايه وصلتهم لايه علمتهم كم مهارة علمتهم ازاي علمتهم وهو بيلعب كرة لازم الولد يفكر مايلعبش كرةه بس لازم اي حد بيلعب كرة تفرح لما لعب اللي عندك الصغير باخد قرار من نفسه بالظبط حتى لو عكس تعليماتك لكن بيروح بواحدة كرة انا اللي بقول له اه انا اللي بقول له انا بقول له انا بقول لك كده في الحتة دي مسلا غير اتجاهك وفي الاول وفي الاخر انت صح بقرار اللي انا قلت عليه انت صح بقرار فعشان كده مثلا لما بتيجي تدي له حلولة في الملعب او المهارة في الملعب بتدي له مهارة ولازم يتقنها وبعد ما يتقنها لازم عنصر السرعة في المهارة نفسه ومتعديش على حاجة على حاجة وبعد كده بتخش على المهارة المركبة اللي هو لازم حضرتها بقوله لك ده انت مثلا عملت فنت ورقصت فالمفروض انه تهتباصل فالدني قفلت المهارة المركبة ان انا بعدي من هنا لقيت الدنيا قفلت فيه مهارة تاني واخد بالك بس حاجات دي طبعا بتبقى تدريجي يعني لازم البلد يستوعب الاول المهارة بعد كده هنصر السرعة فيه ناشي او في البران بيبقى عنده تالنت كده هو عنده ده بالزبط الولاد ما شاء الله في الحندنا حتى انا هتكلم على الولاد عندي في الالفين وتسعة ما شاء الله مميزين وكويسين جدا وخلي بالك لما بتشوف المباريات اللي هي بنلعبها البطولات الدولية الودية اللي بتتلعب برا احنا متفوقين على اوروبا كلها اه ما هي دا في السن دا على طول بالزبط احنا في السن دا متفوقين ايه اللي بيحصل بعد كده محدش ليه جيه وقعد وقال يا جماعة طب احنا في السن دا حد مثلا 15-16-17 سنة احنا بدون بقى متفوقين اشتغلتش على مواهبته لا فيه فيه مشكلة فيه مشكلة وخليني في الاهل بقى في اقطاعات الاهل في المراحل دي بقى فيه دكتور التغذية وبقى فيه مدرب الأحمال وبقى فيه موجود المتخصصة دي موجودة في الناد الاهل موجود موجود موجودين وبقت حاجة مهمة جدا بالزبط هي قصة كمان خلي بال حضرتك معلش شي ان انت لازم الولد دوت وانت انت معلش شي انت انا كمدرب مسلا مسك براعم انا ما بعلمش كورة بس انت بتعلم اخلاقيات وسلوكيات يعني انت انا مفروغ منه بالزبط كده اه فلازم الحاجات دي يتجنب الحاجات دي اللي هتساعدك ان انت زي ما بتبني الولد بتبنيه مهاريا وخططيا وكلام ده كله انت بتبنيه سلوكيا برضو ان هو لما هيكمل معاك او لما هيكبر العقلية بتاعته واخد بالك ازاي ان هي هتتواكب ان انت اه لما هتكبر ما يفعش ان انت تصهر لما هتكبر لازم تاكل كويس لما تكبر يعني واخد بالحضرتك ازاي لازم تستريع عشان يعني في حاجات لازم يبقى وهي تأسست معاه زي ما انت بتأسس له المهارة وبتأسس له العناصر بتاعته كلها ان هو يبقى لعيب مميز لازم كمان بتأسس له او بتزرع فيه حاجات معينة لما هتكبر في السن طبعا واخد بالحضرتك ان انت لازم تكتهد مهارة بالكلام ده كله لازم تطلع برضو اللي هي سلوكيا واخلاقيا والكلام ده كله لازم يطلع معاه برضو تمام انت بتطلعش كرة بس او ما بتطلعش ولد لعيب كرة وبس لان اكم من لعيبة كرة كتيرة جدا كانت موهوبة وكانوا كويسين وعقليتهم لما كبروا وديتهم في حتة تانية خالص طب خلينا اقول لك هل الاختبارات بيبقى فيها عدد من المواهب هالفرقة زي 2009 دي في عدد جنب الاختبارات بتاخدوه ولا كله مثلا من مباراة قبل كده بتاخد لعيبة من تيم عندك وبتكمل عليه دين بتبقى مش ازاي لا جت جت جاني لعيبة في الاختبارات كويسة وخدتهم وخلي برك النادي الاهلي يعني احنا السنة دي اول سنة ل2009 دول هيلعبوا مصابقة مصابقة براعم اول سنة هيلعبوا فالنادي الاهلي بيتجهز قبلها بسنة او بسنتين الفرقة دي بتبقى موجودة اكاديمية بتاعت الاهلي برضو جالك منها الاكاديمية بيجي منها والاكاديمية خلي بالك كمان كنت خليت بيبو عمل نظام كويس برضو عمل منتخب للأكاديميات يعني العناصر المميزة اللي موجودة في الاكاديميات كلها عاملين الفترة اللي هي المميزة دي بيعملوا بيها منتخب وبيشتركوا بالاهلي به بيشتركوا برضو في منطقة ومصابقة فدي بتطلع برضو ناس كتيرة ومواهب كتيرة كويسة بيبقى برضو صبرت للقطاع بتاع الناشئين وبيبقى فيه تنصيق بين كابتن خالد بيبو وكابتن فتح مبروك للولاد المميزين اللي هما بيبقوا في الاكاديمية انهما بيبقى لهم فرصة كبيرة انهما يطلعوا القطاع حلو أسيبك بقى احنا طبعا نتكلم في قطاع بشكل كبير جدا هليف فوار جاعتاني البداية كانت بترشيح من راح الكبير كابتن صالح سليم رحمة الله علي هل بقى بعد مدخلة النادي القلي كان فيه موقف مع كابتن صالح أو حاجة زي كده ولا كانت الأمور من بعيد شوي لا بص كابتن صالح كعادة النادي القلي ومجلس إدارة انت ما بتشوفش الناس كده كتير يعني كابتن صالح عاد ثلاث سنين مثلا في النادي القلي شفته مرة ومرتين يعني كان تقريبا مرة أو سيستيم آه بالزبط يعني جي بمرة تقريبا كما ممكن نحن ماتش أهلي وزمالك تقريبا أو حاجة زي كده وجي تكلم بتكلم اعمل اللي عليك شدو عليكم عشان الناس تحترمك مع حدش لي دعو بالحكم خالص بتكلم برضو في ايه فأخلاقيات الجمهور شتمك الجمهور عمل ما لكش دعو بأي حد تاني انت العيب في النادي القلي انت بتركز في شغلك بتعمل اللي عليك تطلع بشكل محترم النتيجة دي بتبعت ربنا سبحانه وتعالى بس أهم حاجة انت تطلع من المباراة ان انت مأدي اللي عليك تراضي عن نفسك فأدائك قادر الرجل يعني بص ما تكلمش ولا بقى فنيات ولا ولا انت متكلمش مع حكم بلاش انذارات حد شاتر ما لكش دعو به حد بس ركز في المباراة رحمة الله بالزبط الأهل ملكز في مباراة مهمة جدا الفاقستيف يوم 23 مباراة الزهاب الأهلي كسب بهدفين بعض الأمور القلق الجماهير مباراة الاتحاد في تراجع ومباراة الترسانة في الكاس أكيد شفتها بمنظور معين ولكن يبقى الأهلي واستعراداته لمباراة الفاقستيف وخلينا أقول حاجة يعني مميزة أو حاجة هاتبسة الجماهير كابتن أحمد فتحي وكابتن سعد سمير وكابتن وليد سليمان وكابتن حسام عشور جاهزين تماما إن شاء الله للمشارك أمم فاقستيف فإن شاء الله ده هيبقى أمر يعني يعني يريح شوية قبل المباراة شفت المواجهة دي إزاي مواجهة طبعا صعبة لسوق حظنا إن إحنا ما قدرناش في وقت من الأوقات في المباراة الأولانية إن إحنا نخلي نضعف الموضوع الأهدف كان جي علينا وقت من الأوقات مسيطرين بشكل كبير جدا وضيعنا فرص كبيرة جدا كنت أتمنى من ربنا إن كان يبقى النتيجة أعلى من كده كمان جول أو جولين كانت يعني نهت الموضوع بشكل كبير جدا وخاصة إن itís الإداء في المباراة بتاع النادي الأهلي كان بتفوق بشكل كبير وضيعنا بشكل كبير جدا فكنت أتمنى من ربنا إن لو في توفيق أكتر من كده بس إن شاء الله بإذن الله طبعا يعني كعادة النادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي والعادة النادي الأهلي وخلي بالك إن ده هدف مجلس ادارة واللعيبة والجهاز والجمهير والدينة كلها إن البطولة أفريكا العالية يعني دي من بدري كمان عشان أحنا ما نقوله عشان عشان إحنا وصلنا قبل نهاية Wah個人 المخطط من بدري جدا إن إحنا السنادي إن شاء الله بإذن الله عزيزي بطولة أفريكا عشان نصل لكاس الأعلى من الأندية شايف بالظروف دي إن شاء الله عودة اللعيبة اللي احنا وناهم فتح وسعد ووليد سليمان وحسام عشور ان شاء الله الامور تفرق شواء طبعا تفرق كتير لان المبارات الكبيرة اللي زي كده هو دي محتاجة الاسماء اللي حضرتك قلتها دي كلها كلها خبراء كمان يعني احنا مش بقولون لعيبة كويسة وبس معلول لسه أصبتوا لكن معلش ربنا ان شاء الله رجع بسلامة بإذن الله بس لما تتكلم في أحمد فتحي في حسام عشور في سعد سمير ووليد سليمان انت بتتكلم في ناس لعيبة كبار لعيبة طبعا مش يعني لعيبة كويسة جدا وفي نفس الوقت اللي احنا بتتكلم عنه ده خبرات فالمبارات اللي زي دي محتاجة حتة الخبرات دي التعامل مع المبارات والأجواء والجمهير بتاعت الجزائر طبعا بيشجعوا بشكل شارس ان انا اقدر ان انا اسيطر على العامل النفسي بتاعي وانا داخل الملعب ده هيفرق ان شاء الله بأمر الله بشكل كبير جدا وطبعا ان هما زي ان هما لعيبة كويسة اضافة كبيرة جدا للفرقة طبعا 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 فالحمد لله دي من فضل ربنا علينا ان الناس دي تبقى ان شاء الله بإذن الله نتمنى لهم بس التوفيق ان شاء الله داخل المباراة دي حاجة طبعا كويسة جدا وإجابية ان شاء الله الفريق يكون جاهز بشكل كويس ويكون يوم يوم 23 أكتوبر مستر كارترونو الجهاز الفني وكابتر محمد يوسف طبعا الفترة دي عندهم يعني يعني لمة الفرقة والإصابات اللي راجعة والتركيز في المباراة مهمة جدا وفرقة بتلعب بشكل كبير وفاقستيف وسط جمهورة مباراة صعبة جدا تشوف الجهاز الفني ورأيك فيه فترة اللي فاتت وأداءه مع النادي الأهلي والله انا شايف ان هما بقى انا اسف معليش آخر بس حاجة صغيرة لان انا كمان نسيت انا اسف عشان يوسف وما يزعلش مني وسامي قمصانو ومصطفى كمال اللي دول برضو يعني نفس الجيل ونفس السن والعبنة مع بعض وكانوا موجود لما كنت موجود كانوا موجودين انت انسيتهم وخلاص بقى انت انسيتهم وخلاص بقى انشان ما يزعلش مني انت كان لسه معاه النهار بصوت الحمد لله والحياتي دي نسام وكابتن اه والله فانا بعتذر لهم طبعا لانهم اخواتي طبعا اخواتي طبعا فانا بشوف اني مستر كالتيرون من اول ما مسك المهمة في بداية السنة وهو ماشي بخطة سبت ومن الزكاء بتاعه انه هو لما جيه الفرقة السنة اللي فاتت كانت ماشية بشكل كويس ملعبش كتير في الفرقة لما جيه فضل ماشي بنفس السيستم او بنسبة كبيرة بشكل الاسطوب اللي بيلعب به الفرقة واللي كان متفوق به بشكل كبير الله ينهر عليه لحد دم انا اشوف ووصل وحط ايدي على كل العناصر وكل الامكانات بتاعت الناب انا فكرة او كان قاعد مكانك هنا وانا سألته نفس السؤال وقلت له مش حاسين ان في حاجة تغارت وقلت له حتى بنصر وقلت له حتى تغييرات كابتن حسان بدري كأنها هي هي بتحصل شرح للرجل وقال لي انت بتقول عليه واحدة واحدة وبيشوف انا مشوفش الحلقة دي والله لا انا بقولك يعني لا بجد يعني نفس الكلام بالزبط ده زكاء مدرب ده مدرب زكي ان انا لما اجي على فرقة متفوقة بشكل كبير ملعبش فيها كتير ان انا اجي نفس السيستم نفس الشغل لحد دم اعرف كل مواطن القوة والضعف والاسلوب اللي بيلعب به الفرقة والامكانيات بتاعت اللعيبة والحالة النفسية بتاعت اللعيبة وكل الامور لما حط ايدي عليها بالزبط اقدر ان انا بقى ابدأ احط انا فكري او ان انا ان انا ازاوز حاجة او بتزلاش حاجة كانت سلبية او الكلام ده كله فمن الزكاة ان هو عشان كده المعطشات اللي هي لعبها النادي لها لكلها من بداية الموسم احنا مخسرناش مباراة غير اتحاد الاتحاد سجن ده فدي بتبين لك ان انت راجل جاي عارف شغلك ايه مركز في حاجة معينة ومطش الاتحاد خلي بالك برضو معلش عشان ما نحملش العيبة والكلام ده كله ان الجهاد والاصابات بشكل كبير في النادي الاهلي يعني مش هتلاقي فرقة في الدورة كله او لم أظنش في العالم كله عندها كمية الاصابات او وبين تشارك عندها كمية المباراة دي المباراة دي كلها بقي تلعب كمان في 4 سباح البطولات وانت مطلوب منك كنادي اهلي ان انت دايما عندما بتشترك في ايه البطولة ان انت ما عندك انتش غير المركز الاول رأي يخباح حضرتك ازاي فانت ممكن تشترك في البطولات دي كلها اه انا اطلع ثانا انا اطلع ثانا يعني مانCON تشارك جميعا المجرد على المشاركة تلعب على البطولة بزي أندية تانية انت ممكن تلعب مشارك لمجرد المشاركة او لما يحصل على عملت روتشن اجباري بالزبط يعني انت ما عملتش روتشن بمزاجك في حتة في حتة معلش أنا عايزة اقولها برضو ان الاتحاد اتحاد الكورة من البداية وانت بتخطط وموسم طويل يكاد يوصل لسنة كاملة وتعمل 25 لعيب انت ما بتساعدش الاندية بتاعتك بحضرتك ازاي يعني انت السنة دي جاي تقولي السنة دي 25 لعيب ده مباب قولا ده موسم طويل جدا وانت عارف ان الموسم طويل جدا ويكاد يخش على سنة ميلادية كاملة انت لازم تعمل 30 لعيب كان لازم يبقى فيه 30 لعيب وخب حضرتك حتى لو السنة دي استثنائية بالظروف اللي احنا شايفينها انا حط 25 لعيب وبعد كده ترجع بقى عشان تحاول ان انت تصلح الخطأ او القرار من الاول او عشان ما ترجعش في قرارك تيجي تقولي ان انا في شهر واحد مش عارف و28 او 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 خليها 30 لعيب او كلام ده من بداية الموسم انت مساعدتش الاندية اللي بتلعب معك في بطولة افريقيا او 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 حجم البطولات او نادي زي النادي الايلي دوت انت اعتبر انت بقرارك ده انت ظلمت خاصة القيمة في افريقيا بزرط 25 قيمة 30 بزرط بزرط فانت انت مساعدتش حتى انت انديتك او الاندية اللي بتمثلك في القرارة الافريقية انت مساعدتهاش ان هم يعني يعني يقول ايه يعني يوقفوا على رجلهم زي الناس انت صعبت العدد اللي يساعده ومشاركة بكل البطولات بزرط انت صعبت الامور عليها يعني حسبتا السنة دي انت هتختم البطولة افريقيا في نفس السنة هتلعب بطولة تانية يعني بطولة جديدة تبدأ في 11 يعني البطولة دي قبل ما تفنش هتبقى البطولة جديدة شغالة ما هو ده اللي بقول لحضرتك عليه ان التخطيط من اول السنة ومن بداية الموسم انا الرؤية بتاعتي ايه الاستراتيجية بتاعتي ايه انا شايف لي الاندية ايه انا بخطط ايه لازم الكلام دوت يبقى موجود انا معلشي ما بقولش قراره خلاص انا ما بعزبش الاندية انا بساعد الاندية انت موجود عشان تساعد الاندية تساعد الناس اللي موجود والناس دي بتمثل مصر مش مش لكن انت شايف ان مباراة تلعودة امام فاق سطيف رغم انها صعبة ان شاء الله الاهلي قادر على تخص الاهلي قادر ان شاء الله بإذن الله بنسبة كبيرة وان شاء الله يكون يوم النادي الاهلي ويكون اللعيبة كلهم في حالتهم لو اللعيبة في حالتهم وان شاء الله بإذن الله زي ما حضرتك كلمت على ناصر اللي هي رجعت دي كلها عناصر قوة تقدر تزيد تزود القوة بتاعت النادي الاهلي وانا بشوف ان شاء الله بأمر الله ان الاهلي هيعمل مباراة جيدة هناك وقدر ان هو ممكن يكسب كبان ان شاء الله بإذن الله كابت الحسين الوقت بيعد معك سريعا ربنا خليك أنا عايز أشكر حضرتك وأشكر إدارة القناة طبعاً للاستضافة ديت وعايز أحيي معلش مجلس إدارة على الحفلة اللي كانت مبارح بتاعة حفلة أكتوبر حفلة أكتوبر ديت حاجة جميلة جداً هذا دور الناد الأهلي المجتمعي الكابتن خطيب قال عائلة الناد الأهلي وأن الأهلي لدور اجتماعي بيجي أنا دي حاجة يعني أنا كنت وقاعد فخور بيها أنهي والناس الأبطال اللي كانوا موجودين واللي كرموا وهم بيحقوا المواقف والكلام ده كله فعلاً زي حتى كلمة كابتن خطيب أن الأجالة الجديدة كلها لازم تعرف تاريخ الناد الأهلي إيه وتعرف تاريخ مصر إيه وكوات مسلحة إيه وعملت إيه عشان الناس اللي طلعت ديه كلها تعرف أن هي يعني يعني في ناس كتيرة ضحت بحاجات كتيرة جداً علشان أن أنت دلوقتي تبقى أن أنت آمن وعايش كويس في حياتك وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا ينم علينا وعلى مصر وعلى النادي الأهلي بالخير دايماً يا رب إن شاء الله بإذن الله كابتن حسين شرفتين ونورتين شرف لي يا ربنا خليكم تشكر يا سيد زياد شكراً كابتن شكراً طبعاً حلقة مميزة جداً وفقرة حوارية مميزة وممتازة مع واحد من نجوم النادي الأهلي ومن نجوم الشواكيش والكرة المصرية واحد من صناع الأجيال والبراعم في النادي الأهلي وتحديداً 2009 إن شاء الله نشوف فرق كويسة في يعني كواليس كتير وفي حوارات وفي لقاءات كتير جداً لكن بفكركم تاني إن العبت النادي الأهلي الكابتن أحمد فتحي الكابتن سعد سامير الكابتن وليد سليمان والكابتن حسام عشور جاهزين إن شاء الله إن شاء الله جاهزين إن شاء الله تكون الفرق بشكل مميز جداً أمام وفاق ستيف يوم 23 خلينا نشوف اللي عندنا أكتر وخلينا نروح فقرة مميزة جداً فقرة في حب الأهلي وزميلي محمد سعيد شكراً لك زميل العزيز إهاب الخطيب والشكراً موصول للكابتن حسين شكري أحد النجوم النادي الأهلي وصناع الأجيال في مشوار وتاريخ النادي الأهلي في لابت قرة القدم وحسناً بإذن الله الجهاز الفني يستعد لهذه مباراة مباراة وفاق ستيف ترجمة نانسي قنقر